حكاية البنك SVB أو Silicon Valley Bank هذا البنك الأمريكي المختص بتمويل شركات التكنولوجيا وشركات الناشئة عموماً هذا البنك تعرض لإفلاس وأغلقته السلطات الأمريكية قصة البنك ده إيه؟ قصة البنك ببساطة أنه مع ارتفاع أسعار الفايدة أنتم عارفين الفيدرالي الأمريكي مع زيادة التضخم في الفترة الماضية عمال بيرفع فيه أسعار الفايدة البنك ده عمره 40 سنة عنده تقريباً 12 فرع حول العالم مين أهم المودعين فيه؟ مين أهم المستثمرين فيه؟ هي الشركات الناشئة الفانشر كابيتلز اللي بتمول الشركات الماشئة هي الشركات رأسمال المخاطر الانجل انفسترز أو اللي هم المستثمرين الملائكيين زي ما بنسميهم اللي هم أيضاً بيمولوا الشركات الناشئة والشركات الفينتك وشركات التكنولوجيا ده البنك كان مختص بالذات بتمويل هذه الشركات وكان معظم المودعين فيه من هذه الشركات 40 سنة بيشتغل البنك كان البنك المفضل بالنسبة لشركات التكنولوجيا والشركات المالية الناشئة 40 سنة بيمولها و40 سنة هو البنك المفضل لهذه الشركات طيب إيه اللي حصل مع البنك ده كان له كان بيصدر سندات مع ارتفاع أسعار الفايدة بقى الاستثمار في هذه السندات غير مجدي فطبعاً كل الفلوس زي ما كتير من الهوت ماني خرجت بكل الفلوس بتروح لاستثمارات أخرى نزلت قيمة سندات هذا البنك ابتدى يحصل بعض القلق طيب البنك يعمل إيه لما سهمه ابتدى ينخفض وابتدى يبع عنده أزمة وكمان شركات الفانشر كابيتلز ابتدت برضو بتسحب فلوسها منه لأنه كمان ما بقتش بتودع ما بقتش بتمول كثير من الشركات الناشئة فابتدى البنك يتعثر طب يعمل إيه عشان يخرج من حالة التعثر ابتدى يبيع بعض أصوله وابتدى يبيع أيضاً بعض أسهمه وفشل البنك فيه أنه هو يعني ما قدرش أنه هو يصدر سندات بقيمة 2.4 مليار دولار عشان يغطي جزء من الخسائر ابتدينا نظرية الضامنه أول ما ابتدى الناس يشعروا أنه فيه مشكلات فيه إصدار هذه السندات ما قدرش يجمع الأموال اللي هو عايزها ما قدرش يبيع جزء من أصوله ابتدت نظرية الدومينو وابتدى الناس والشركات الناشئة أو الفانشر كابتلز تبتدي تسحب المودعين يعني اللي عنده ابتدوا يسحبوا أجزاء من فلوسهم اللي هم أوضعوها في هذا البنك وفجأة البنك يعني فلس أو ما قدرش أنه هو يسد جزء من هذه الأموال أموال المودعين فأعلنت الإدارة الأمريكية والسلطات الأمريكية بالأمس إغلاق البنك بنك سيليكن فالي بنك وأيضا في بريطانيا اعتبروه بنكا مفلسا السلطات الأمريكية قالت أنها لن تدعم البنك طب هي السلطات الأمريكية أو المركزي الفدرالي الأمريكي بيدعم مين؟ يعني بيدعم جزء من أموال المودعين بيدعم الجزء المختص لحد 250 ألف دولار فقط وبالتالي بكرة البنك حيفتح أبوابه وبكرة فقط المودعين اللي هم ب250 ألف دولار هم دول اللي حيقدروا ياخدوا الجزء ده من أموالهم غير كده هيقدروا ياخدوا إيه؟ يستنوا بقى لما لو حد اشترى البنك ده وابتدى يبقى فيه كلام أنه ممكن ناس تانية أو بنوك أخرى تشتري هذا البنك أو أنه البنك ده يبيع أصوله يعني الناس المودعين دول مش هيخسروا كل فلوسهم ولكن هياخدوا فلوسهم بعد فترة طويلة فيه قلق كبير في أسواق المال قلق كبير في كثير من الدول أنه يحصل الدومينو إيفاكت اللي حصل في 2008 وأنه بنوك كتيرة تخصل لو هناك بنوك مودعة لأموالها في هذا البنك فمثلا البريطانيا اعتبرت أنه هو ده بنك مفلس البنك ده له طبعا فروع في كندا في الصين في الدنمارك في ألمانيا في العند في إسرائيل في السويد صندوق النقد قال منذ قليل أصدر بيانه قال لدينا ثقة بأن يتخذ صنعه للسياسات الأمريكية خطوات مناسبة بشأن هذا البنك وزيرة الخزانة الأمريكية قالت أنها لن تكون هناك خطة فدرالية كما حدث في السابق لن تكون هناك خطة فدرالية لإنقاذ السيليكن فالي بنك الحكومة البريطانية على جانب آخر قالت أنها ستتبخل لحماية الشركات التكنولوجيا حوالي 250 شركة بريطانية قدمت لوزارة المالية البريطانية للتدخل والخزانة البريطانية للتدخل وحماية هذه الشركات الشركات دي ممكن توصل لمرحلة أنها ما تقدرش تدفع رواتب موظفيها هذه الشركات الناشئة ومش هتقدر تدفع رواتب موظفيها نتيجة تعثر هذا البنك يعني الحقيقة أنه العالم كله في حالة ترقب ماذا كيف حدث انهيار سيليكن فالي بنك تأثيره على الشركات الناشئة تعالوا نتكلم عننا هنا في مصر منذ قليل البنك المركزي المصري أعلن أنه لا توجد أي التدعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري تأثراً بالأوضاع المالية التي تعرض لها بنك سيليكن فالي الأمريكي المتخصص بتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة وأضاف البنك الصادر عن البنك المركزي أن البنوك المصرية لا تملك أي وداع أو توظيفات أو معاملات مالية لدى بنك سيليكن فالي إذن البنك المركزي المصري يؤكد أنه لا توجد وداع مصرية لبنوك مصرية داخل السيليكن فالي بنك هذا حقيقي ولكن هناك تأثيرات على عدد من الشركات الناشئة المصرية بعض الشركات الناشئة المصرية قدرت أنها تسحب وداعها من البنك قبل انهياره وإعلان إفلاسه في الأيام الأخيرة لكن بعضها الآخر ما قدرش أنه يسحب وداعه فبالتالي نتوقع بعض التأثيرات على بعض الشركات الناشئة المصرية خلونا نفهم تأثيرات انهيار السيليكن فالي بنك اللي هو الثاني انهيار مالي بعد الأزمة المالية في 2008 تأثيراته على العالم على الشرق الأوسط على الشركات الناشئة